صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما عظم الله وجورنا ووجوركم أيها المؤمنون والمؤمنات بمصاب أبي عبد الله الحسين وما أجرى على أهله في كربلا والكوفة والشام وفي هذا اليوم رجعت سبايا المحمد بعدما رأوا ما رأوا من الأذايا والمحان عادوا إلى كربلا ليجددوا عهدا بزيارة الحسين قم جدد الحزن في العشريين من صفري ففيه ردت روسل آل الحفري قم جدد الحزن في العشريين من صفري ففيه ردت روسل آل للحفري يا زائريين بقعتا هنيئا للزائريين في مثل هذا اليوم يا زائريين بقعتا أطفالهم ذبحات فيها خذوا تربها كحلا إلى البصر ولهفة أهل بنات سبط حين غنىت إلى مصارع قتلاهن والحفر غمان بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل دعري فتلك تدعو حسينا وحسينا فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطري وتلك تصرخ وجداه وأبتاه وتلك تصرخ ويتمى في الصغر لا يتم الله وأبنائكم فلو تروا أمك الثور من مناشدة والهاء وتنثم تربة طفك العطري يا دافن الرأس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثم تربة بالله لا تنثم تربة على قمري لا تدفن الرأس إلا عند مرقده فإنه جنة الفرد سوى يا آيان زهري لا تغسل الدم عن أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبر بعد أن تتجاه زينا قال تغشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا وحشاه يا عبد يا عبد ياعبد يا عبد يا عبد اطفاء بخات قلب العديد فانت حسين عطشان أدع لسان زينب قل لبالله أردن إجدك معي شربت يدفان بخات قلب العديد فانت حسين عطشان بالله أدفان أردن إجدك عد علي عطشان خيل وشرب قطرة ميا وحين الدفن تشايا أن رشايت البنية تريخ خاطر تريد روحي تريمات لفاوان بالله يا حفار قبر زيد وسعي بالله يا حفار قبر زيد وسعي ولما تنزل لضع ضع ترك للعظام قطع ودور على مقطوع صبعه بالله يا حفار والسعباب قبره وسهمني بقلبه من تنزل بهانجره من تنزل بهانجره من تنزل بهده تريه مكسور صدره ظل بالمعركة تلعب عليها الخير الميدان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال أرباب المقاتل لما خطبت الحوراء زينب تلك الخطبة البليرة والتي فضحت فيها بنيهم مية وأسلافهم وفضحت يزيد وأعماله ومثلها الإمام السجاد الذي أبكى بخطمته العيون وأدمى القلوب خصوصا لما قال أنا ابن المرمن بالدماء أبن ابن ذميح كربلا أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلم وناحت عليه الطير في الهوى فخاف يزيد من وقوع الفتنة وانقلاب الأمر عليه فعجل بإخراج الإمام زين العابدين مع العيال إلى المدينة وأرسل برفقة من أعمان بن بشير وسار الركب الحسيني متجها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا وصلوا إلى مفرق طرق طريق إلى الكوفة طريق إلى المدينة طريق إلى كربلا أقبل الدليل قال يا ابن رسول الله يا زين العابدين أي الطرق نسلك طريق المدينة أم كربلا لما سمعت زينب صاحة عم عم قل الدليل فليعرج بنا على كربلا فليعرج بنا على كربلا لنجدد عهدا بزيارة أبيك الحسين فإني منذ أربعين يوم تركته على رمضاء كربلا أقبل الدليل أنصى حد زينب وعبر التجسيل يا عم ويا الدليل يا عم ويا الدليل احشي العليل خلي الكربلا بضعوا النيمي لريد أنصب على الوليان ما تم يا عم من النوايب بعد حالي ومن ذل اليسر وغم دليلي أريد أن صلبه فاضل شفيلي وسولف لي علي الصايا يا عيار وزقا سالت دمعته الإمام زين العابدين سالت دمعته ونادي جمال سانفع الطفوف بضعن العيال عمتي تريد تشي العمي الحال مهلي جابه وبيه التوزيهم تياسر تياسر بالضعن حاد النعايم ولاحت للطفوف لهم علايم لنجابر لفوياء الهواشم تدق عروس وعلى الرأس تلطوم نعم جابر وصل إلى أغلى قبر الحسين قبل وصوله زين العابدين ومعه جمع من الناس لما وقع بصره على قبر أبي عبد الله الحسين صاحا يا حسين يا حسين يا حسين ثم قال حبيب لا يجيب حبيب ثم هو اعتذر عن الإمام سلام الله عليه قال وأن لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك أشهد أنك ابن خاتم النبي وابن سيد الوصيين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقبة وابن فاطمة الزهرى سيدة النساء وما لك لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيب بفراقك ولا شاك في حياتك فعليك سلام الله ورضوانه وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا ثم أجال ببصره حول القبر وقال السلام عليكم أيها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأنا أخذ برحله أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقيم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله للحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه فقال له عوف العطية أو عطية العوف كيف ولم نهبط واديا ولم نعل جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأيتمت أولادهم وأرملت أزواجهم فقال له إني سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب عمل قوم أشرك في عملهم وإن نية ونية أصحاب الحسين على ما مضى عليه الحسين وأصحابه وإن نية على ما مضى عليه الحسين وأصحابه يقول بينما نحن كذلك وإذا بسواد من ناحية الكوفة التفت الغلام قال سيدي هذه هذه سواد من ناحية الكوفة قال انطلق وانظر فإن كانوا من أصحاب عبيد الله ابن زياد فلعلنا نلجأ إلى ملجأ ونلوذ إلى مذاملات وإن كان إمامي زين العابدين عند ذلك نستقام أقبل العبد حتى ما وصل وعاد باكيا يلطم على رأسه ويقول يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله هذا إمامك زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته بعماته وأخواته أقبل يا جابر استقبل الإمام لما رآه الإمام قال جابر هذا قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله قال يا جابر ها هنا قتل حبيبك الحسين يا جابر يا جابر ها هنا ايتمت أطفالنا يا جابر ها هنا قتلت رجالنا يا جابر ها هنا سبيت نساؤنا ولم يزل يشكو إليه الإمام ما جرى عليه وما جرى على أبيه وما جرى على أهل بيته وأما العقيل الزينب هوت من على ظهر الناق وهي تنادي ولسان حالها يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقيت لانا وما أعلمها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها وكأن المجيب يجيبها يا زينب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوه عليه ردا سقطت على قبر يا أبي عبد الله الحسين حاضنة تقل أخوي جيتك وجبت الغايا وأسوي يا يا من السبي وكانت بي سلواي دق عيد يا عزي وجلعة احماي ما تنفض التراب القبر واتقوم وتشاهد اللي جرع ليانا من القوم رجعنا لك من اليسر يوم قبرك اليوم لفيين لفيين وعلى قبرك قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا مهم ناس بنزدر وحدنا وجعلت تبكي مع العيال والأطفال الذين هووا على ذلك القبر وإذا الصوت كما يقول البعض وإذا الصوت من داخل القبر أخي زينب أين ابنتي رقية أخي زينب أين ابنتي رقية قالت حبيبي يا حزين لقد ماتت على رأسك في الشام ودفنت هناك من تمرمرت من تمرمرت والله بناتك ونغصا نعيش إخواتك أخوي أنا بقيت محي واصفج باليدين لا عباء سبرالي ولا حسين ثم جعلت تجول ببصرها يمنة ويسر قال الأنمان زين العابدين عم أنا أعلم على من تريدين تريدين أخاك العباء سلم إلى قبره جاء بها إلى قبره بالفضل هوت على القبر باكية ناحبة يا بفاض يا بفاض سر الحادي ولا عين خواتك على هزل حنن ولا عين كأن يجيبها يقولها يا زينة لا تشوف عندي ولا عين علي أنت وع الحرم يختش بدي أخوي يا عباس أنا شقولا لن يناشدني من الناس أخوتي حسين وين أو وين عباس أقول حسين ضل جذب لا عباس إن في القطع ويمين أو خي ما عودتني من كالجفة فعلى متين يجفوني وت يجفوني معي اليوم نعم تعينون بك لم تنم وتسهد يتخ رافعا الزمنا مها اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وفرج عنا وعن جميع المؤمنين اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين من كل سوء وبكروه وبلاء وعمي عنهم أبصار الظالمين والكافرين والمنافقين والمناويين وأرجعهم إلى منازلهم سالمين محفوظين في أنفسهم وفي ذراريهم وفي أموالهم وفي عقيدتهم وإيمانهم بالحسين وآل الحسين رحم الله من غرأ الفاتحة مع الصلوات